تسع مباريات محتاج منهم 24 بونت بعد مباراة بيرامدز نبقى نحسب الحسابات التلات نقاط بتوع بيرامدز هم أهم تلات نقاط من أصل 24 محتاجهم الأهلي فيما تبقى من عمر المسابع عشان يتوج باللقب ماتش بيرامدز يفرق معنا كتير جدا جدا وهي المحطة الأهم في كل المحطات المتبقية تجربة أو مباراة الألمينيوم مش في الحسابات لأنه أعتقد أنه يعني مش عايز أقول فيه مباراة سهلة أو مباراة صعبة لكن أعتقد أنه فرصة واحد لمارسل كله أنه هو يفكر أو يحضر لما تبقى من عمر الدوري أو ماتشات الأهلي في عمره مش واره في بطولة الدوري حاجة كده زي ماتش الزمالك لما انسحب يعني ماتش الزمالك انسحب إدنا جرعة أكسجين إدت لعبتنا فرصة أن هم يريحوا يلتقتوا أنفسهم يشحنوا بطارياتهم مرة تانية فرجع الأهلي يقدم إحنا ماتشاته في الدوري في الفترة الأخيرة فنتمنى إن شاء الله بإذن الله بداياتها طبعا التوفيق في ماتش الألمينيوم لكن الجماهير كلها عينها على مباراة بيناميدز الأهم طبعا في مشوار بطولة الدوري طيب من أخبارنا هنروح طبعا الأهلي عنده تمرينة ما فيش راحة يبقى عندك تامنينة النهاردة تامنينة بكرة الماتش يوم الجمعة هنروح إن شاء الله بإذن الله ملعب مختار التيتشو ونتشوف ونتبع مع حضراتكم تامنينة الأهلي أعتقد إنه الجديد في الموضوع إنه عمر كمال عبدالواحد أعتقد هيخش في القايمة بشكل كبير برسيتاو رجع ردا سليم رجع لاتنين قدموا حتى لو ما قدموش يعني الإضافة الكبيرة لكن هما يكفي إنه هما كانوا صح أصحاب بصمة هدف الفوز اللي اتحقق على مودن فريق عريض وبالمناسبة مودن لسه لي معانا جولة تانية وطلعت يوسف الحقيقة عامل فريق محترم جدا ومنظم جدا وعنده عناصر على أعلى مستوى فرقة كرة محترمة جدا 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 ويمكن كانت لو دخلت في البطولة بدري شوية كانت تبقى بتنافس لغاية النهاردة لأنه السكوادر اللي عنده مودن فريق محترم وعنده كمان على مستوى المحترفين اتنين يعني لعبة محترمة جدا